تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس العالى للمرأة حفظه الله فشملت برعايتها الكريمة صباح اليوم افتتاح نموذج الأول لمشروع مساكن بمنطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية والمخصص للفئة الإسكانية الخامسة كحق انتفاع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة وأكدت قرينة عهل البلاد المفدة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوصية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا بناء على دراسة قام بها المجلس العالى للمرأة لرصد احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفها الاجتماعية والتي تبينت الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب إحدى مكونات المجتمع البحريني والتي لا يمكن إخفال دورها وأشهدت صاحبة السمو حفظه الله بإهجهود وزارة الأسكان في توفير السكن للمواطنين والمواطنات كحق لكل مواطن تكفل له الدولة حقوقه في العيش الكريم والآمن مؤكدة سموها أن حق السكن للمرأة يعد من ضمن أهم أولويات عمل المجلس الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرارها الأسري ويزيد من إسهامها الاجتماعي والتنموي معربة سموها عن الشكر الجزيل لشركة فيفا البحرين لقيامها بالتبرع بتأثيث شقق هذا المشروع في إطار مسؤوليته الاجتماعية مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في تبني مثل هذه المشاريع النوعية المساندة للجهود التنموية التي تنفذها الدولة واطلعت قرينة عهل البلاد المفدة خلال أجولة قامت بها على النماذج من الشقق السكنية بالمشروع والتي جاءت متسقة مع الظروف الاجتماعية للمستفيدات ويبلغ عددها 68 شقة موزعة على تسع طوابق كما قامت سموها أيضا بالاطلاع على كافة المرافق التي تم توفيرها بالمبنى من قاعات متعددة الأغراض والاستخدامات لتخصيصها بحسب احتياجات المستفيدات من المشروع هذا وكانت سموها قد استمعت إلى شرح موجز حول مشروع مساكن من قبل سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان والذي أشاد بجهود المجلس العلى للمرأة برئاسة سموها حفظه الله ومتابعته الحثيثة منذ بداية المشروع الأولى في عام 2009 حيث تبلورت الفكرة وأوضح الحمر أن وزارة الإسكان راعت خلال تصميم مشروع مساكن والذي بدأ العمل فيه منذ وضع حجر الأساس راعت توفير احتياجات المنتفعات بالمشروع من مساحات إنشائية مناسبة بالإضافة إلى الخدمات والمرافق اللازمة لاحتياجاتها وذلك بما يساعد على تحقيق مبدأ الاستقرار وتوفير المتطلبات اليومية والحياتية مشيرا إلى أن 3500 امرأة استفادت من العام الجاري استفادت من الحصول على وحدة سكنية والشقق السكنية سواء التمليك منها أو المؤقتة وتلك المدرجة أيضا ضمن برنامج مزايا بالإضافة إلى استفادتها من التمويل بأنواعه والاستفادة الفورية من علاوة بدل السكن وذلك في إطار ما توليه المملكة من اهتمام بالغ للمشاريع الإسكانية تحقيقا للتوجيهة الملكية السامية لتسقير كافة الأمكانيات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين بناء على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ومتابعتها الشخصية المستمرة لتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الإسكانية تم افتتاح مشروع مساكن بمنطقة اللوزي صباح اليوم وهو مشروع رائد يخدم المرأة البحرينية من الفئة الخامسة ويتيح لها الاستفادة من هذه الخدمة كحق انتفاع سعداء اليوم بافتتاح مشروع مساكن الذي تفضل الصحبة السمو بافتتاحه هذا اليوم طبعا هذا المشروع هو عبارة عن باكورة تعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان التي تفضلت مشكورة بتجهيز هذا المشروع السكني رفيع المواصفات طبعا سيخصص لما يسمى بالفئة الخامسة وهي فئة تمت إضافتها من ضمن الفئات التي تقوم وزارة الإسكان بتلبية طلباتها من المواطنين والمواطنان الفئة الخامسة جاءت بعد دراسة مستفضة قم بها المجلس الأعلى للمرأة بناء على الطلبات الواردة وهنا سيدات لا تنطبق عليهم اشتراطات الإسكان الأساسية لذلك تم التفكير بإتاحة مشروع اسكاني تستفيد منها المرأة البحرينية بما يسمى بحق الانتفاع وليس التملك هذا المشروع يوفر كل ما تحتاجه المنتفعات من خدمات ومرافق تغطي احتياجاتها اليومية بما يساهم في تحقيق مبدأ الاستقرار للأسرة البحرينية حيث تم في هذا النموذج توفير قاعات متعددة الأغراض سيتم تخصصها بما يتوافق مع احتياجات المستفيدات بشروع مساكن طبعا يخدم بالدرجة الأولى الفئة الخامسة اللي نص عليها قرار تسعون وتسعة لألفين وخمستعاش وأيضا هذه الفئة الخامسة تم اعتمادها أيضا بالتنسيق وبالتعاون وبدعم كبير من المجلس الأعلى للمرأة وإحنا حقيقة في وزارة الإسكان جدا سعيدين بهذه التعاون وتواصل التعاون بين الوزارة وبين المجلس الأعلى للمرأة طبعا المبنى مساكن يحتوي الكثير والعديد من الخدمات وهو مهيئ بالكامل ومؤثث بالكامل يعتبر النسخة الأولى والتجربة الأولى فإحنا عاقدين العزم على أن نعمل مع المجلس الأعلى للمرأة من خلال دراسة هذا النموذج الأول وإجراء إن شاء الله تحسينات عليه في المستقبل لأجل أن النسخة الثانية أو المبنى الثانية أو الثالث يكون أيضا في تطويرات وتطويرات مستمرة 86 شقة موزعة على تسع طوابق قام القطاع الخاص بتأثيثها بالكامل إمانا منهم بمبدأ الشراكة المجتمعية لتؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في تبني مثل هذه المشاريع النوعية المساندة للجهود التنموية التي تنفذها الدولة خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة